على ذكر الزباب الإلكتروني اليوم مطلعين بيان نقال لك من ديركسيون دي لكومنيكاسيون دي لبريزيدانس دي لاربيبليك واش قالت أمي زونغار ماردي اليوم دان زين كونيونكي كونتر لي فو كونت تون لرزو سوسيو أتريبي أدو ريسبونسابل دي لإيطا وقالت واش قالت هذي في النهاية قالت أن هذه هذه الإدارة إدارة الإعلام والاتصال تعرئ آسة من أن هناك ذباب وأن هناك صفحات مزورة وأن هناك يعني بعد أن اعترفوا بالعصابة اللي اعترف بها القايد صالح قبل قبل حوالي ربع شهور قال الجزائر كانت تحكم بعصابة أو حتى ثمان شهور في أبريل هاهم هم الآن يعترفون بالصفحات المزورة وبالذباب وههم بدأوا يعترفون تعرفون كثير من الذباب كبار رؤوس الذباب نتاعهم في النهاية سيعتقلونهم ولا يتلمونهم أن يغادروا البلاد خاصة أن الناس تعرفهم وما زال إن شاء الله ما زال تنشر بعض الأسماء وبعض الصور إذن هما في رواحهم ورام يعترفوا بالتزوير الواقع في الفيسبوك وفي تويتر وأنهم بعض الصفحات المزورة تستخدم حتى بعض المسؤولين انتاحهم يعني هذا شي جميل لأن من لي مش فاهمين وأن الذباب زاد إشحذ الأنفس شوفوا كما الذباب لي هما بلطجيت الانترنت كما البلطجية اللي هما على الأرض حقيقة كلا الصنفين يدفعون الناس إلى مزيد من التحدي والإصرار على مواجهة العصابة لأنهم يعرفون أن العصابة هي لموكلة هؤلاء بطريق مباشرة وغير مباشرة أحد أكبر أرباب الذباب إذا مش هو رقم واحد في البلاد جنرال مارجور اللي هو عبد قادر لشخم اللي المفروض أنه مسؤول على الترانسميسيون على الاتصالات تنتعى الجيش وعلى ما يسمى بالحرب الإلكترونية أصبحت الحرب الإلكترونية يخوضونها ضد الشعب وضد الأحرار ويدخلون للتهويل ولضرب هذا بهذا وللكذب على هذا فخلقوا حالة من العفن في النهاية رح يدور عليهم لأن هذا زاد من إصرار الناس على تغيير هذه العصابة أو يشوفوا بعينيهم الناس يولي جنرال ماجور وتحته إدارة منها مئات إلى ممش الآلاف تعالى الأشخاص همهم أنهم يروحوا للصفحات تعالى الأحرار ويسبوهم ويكتبوا عليهم ويخلقوا فيديوهات مزورة ويخلق ويحط لك مجموعة أشخاص فلان فلان وفلان 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 وحطهم لك كذباب محلي يعني أو كذباب في كل مدينة عندهم مجموعة من الهو وين رايحين بهذا وين رايحين بهذا راكم ما تزيدوا إلا الناس إلا تمسكا بمواقفهم وتحديا لكم موسيقى